ولا يرضى الأكارم بالفتات أريد الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشطوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخلاقيات النقد والحوار الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا وهذه قاعدة أخلاقية ضخمة مهمة جدا للحكم على الناس والأشخاص وهو تحري العدل والصدق والإنصاف بدءا من نفس بدءا من نفسك ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقال سبحانه ولو كان ذا قربا قال العدل والإنصاف ما يكون فيه انحياز بل حتى مع عدوك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل والإنصاف وهذه قيمة عظيمة قال سبحانه ولا يجرمنكم شناء مقوم على أن لا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فهنا أوجب العدل مع الموافق ومع أولئك المشركين المخالفين الذين يعني أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من ديارهم وصدوهم على المسجد الحرام كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شناء قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أي لا يحملنكم بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم سواء في الأقوال أو في الأفعال أو في الحكم عليهم حتى الذين أولئك الذين يقاتلون المسلمين أمر الله سبحانه وتعالى برد ظلمهم ونهى عن الإسراف في رد الظلم يعني لحظ الإنصاف والعادل وهذه أخلاق مهمة جدا وقواعد حاكمة في شخصية المسلم وعنا لما نقول شخصية المسلم يعني مرجعيت الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمدين صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله هو الذي يحدد ويتحكم في سلوكياته ومواقفه واتجاه بوصلته في هذه الحياة مش الإمام في القلب ويدير لي تلهذا دغيش وغش وتزيف وضحك على نفسك وهذا من تسويل الشيطان يعني لاحظ أنت العدل مع حتى الذين اعتدوا عليك لكنك ما تبالغش وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فقول العدل وإقامة العدل أساس محكم من قواعد الحكم على الناس في الإسلام أوجبه الله مطلقا كيف مطلقا أوجبه الله يعني في كل الظروف وفي كل الأحوال ومع كل الأشخاص المتفق معاه والمختلف معاه والأنا والآخر المسلم والكافر في كلية من الكليات أو في فرعية من الفروع أو جزئية من الفرعيات ولذلك يقول ابن تيمية إن العدل واجب في كل لاحظ إن العدل واجب في كل وقت ومع كل أحد وعلى كل أحد وفي كل ظرف وفي كل مكان وحال والظلم محرم من كل أحد لاحظ العدل واجب في كل وقت طيب ومع كل أحد وعلى كل أحد العدل وفي كل ظرف وفي كل مكان وحال والظلم محرم الظلم محرم من كل أحد وعلى كل أحد وعلى أي ظرف في كل ظرف في أي مكان وأي حال ولذلك من معالم العدل في الحكم على الناس أن نتجنب الإجمال والتعميم فأحكام الجملة تغفي في طياتها الكثير من الاختلاف والفروق الداخلية التي قد لا يعتبرها القائد هنا هذه مسؤولية الإنسان أمام ربه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كل مرئ بما كسب رأي وزد على ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بمعاملة الناس بالحسنة وهذا أقرب للعدل معهم وفيهم أيضا وشارع الموعظة الحسنة والكلمة الطيبة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن لاحظ هذا التوجيه الرباني وقل لعبادي ماذا يقول محمد ويبلغ رسالة عليه الصلاة والسلام لعبادي الله المؤمنين يا أنا وأنت وأنت وذاك وذلك وتلك ماذا نقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن معنى أنت اختيار الألفاظ مش اللي يخطر علي بالك تقولها إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بل جعل الدعوة بالحسنة سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمختدين وأمر بالقول الحسن القول الحسن والعدل في الناس كلهم جميعا وقولوا للناس حسنة طبعا هذه التوجيهات الربانية سهل الكلام لكن الاختبار في الممارسة والسلوك سهل المعرفة بها أو نحفظ الآيات ونحفظ الأحاديث لكن الميدان يصدق أو يكذب يعني قرار هذه المعاني وتمكنها في قلبك لأنها تدل على إيمان وعلى حب الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وهذا كله يزرع في عقل المسلم وفي علاقته مع الآخرين روح العدل وروح الإنصاف وروح الاعتدال وروح الرحمة لأن الرحمة هذه هي رسالة المسلم وإمامهم عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهتاة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالرحمة خلق يعني يتحل بها الرسل ويتحل بها أتباع الرسل أتباع الرسل الذين ورثوا دعوتهم ورثوا أخلاقهم وميراثهم ولذلك كان من أهم صفات أهل السنة والجماعة أنهم أرحموا الخلق بالخلق ليسوا جفاتا غلاظا ليسوا فيهم نزق ولا وحشية مع المخالف ولا حتى مع الموافق ولذلك كلما اقترب المسلم من نور الله وهديه وصراطه المستقيم كلما اتصف بجميل الصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم وهذا من الهداية يعني ليس من الحق الاعتداء على الناس بالقول حتى ولو كانوا مخالفين لك ورجمهم والاستهزاء بهم ورجمهم بالظنون والظن الآثم يعني هو سبيل الظالمين في القول يقول سبحانه إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يا أيها الذين آملوا جيتانبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وأكثر البغي باللسان أكثر البغي باللسان ومبعث البغي ما هو الظنون الواهية والأحكام المسبقة والانطباعات العامة التي لا يملك الإنسان لها دليلا ولا يستطيع أن يقيم عليها حجة إنما هو للصفاف إنما هو الإزراء الدفع السبء إلى آخرية هل هذه أخلاق مسلمين؟ حتى شيخ السلام بن تيمي يقول إنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة حتى ولو كان مبتدعا حتى ولو كان مخالفا يؤخذ بالرحمة والإحسان لا بالتشفي والانتقاب هذه أخلاق السلف وليست أخلاق أدعياء السلف يعني السلف مش هي جبة تلبسها وتقول ما تريد وهذا صحيح وهذا باطل وهذا خش الجنة وهذا النار هي نبوة بعد رسول الله ليست نبوة بعد رسول الله لكن علماء ورثت الأنبياء بيّنوا هدي السلف وهم شيء ثابت إن كنا نريد أن نتحدث عن الثوابت هي الثوابت الأخلاقية في ثوابت علمية ولكن الثوابت الأخلاقية أهم شيء لأن الثوابت الأخلاقية هي نتاج العلم والمعرفة ما قيمة علم وقيمة معرفة وقيمة كلام كثير لا يعني يصدر عن صاحب خلق ولا عن سكينة ولا عن حسن تأتي ولا عن كلام لطيف وعبارات تحاول تكسب القلوب يعني سياسة أو ألفاظ التوحش والسباب والإزدراء هذه أخلاق ناس مرضى نفسيين يجب عرضهم على الطبيب النفسي فعلا لأنهم يدعون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهل العلم يعني منظر فكاهي لما تشوفهم هم يسبوا ويلعلوا ويعني التعامل بالحسن هذا من قطعيات الدين يعني انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترجمها ترجم القرآن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ايدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني هذا يقول ربنا سبحانه لنبيه في معاملته مع العدو مع العدو الذي يختلف معه في أصل الإسلام يقول لا ايدفع بالتي أحسن هذا هو هدي السلف هذا هو هدي القرآن وليس دعاوة كاذبة كما قال سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ايدفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ وافر ونصيب وافر أما النزق وصناعة العداوة والاستعداء بالاستطالة بالبغي باللسان وتصعيد الاعتداء بالتزام السب والشتم والسخرية واستغلال الأخطاء إن سميناه أخطاء وتضخيمها بل والأسوأ من ذلك استغلال آيات الدين استغلال آيات الدين وأحكامه وأقوال أهل العلم وكلام أئمة المسلمين وبعض تراثهم أن يستغل بعض تراثهم للاعتداء القولي على المخالفين فهذا الحقيقة ظلم الرخيص وتفاهى وتذرع بأشكال الحق وبعيد عن التجرد للدين و للنصيحة وهذا من اتخاذ الدين هزوان فعلا يعني كل من يختلف معاك تستدعي في النصوص التي لا زمامة له ولا خطام وتلوي أعلاقها لتضيح بخصمك هذا من البغي والعياذ بالله ولذلك أقول كلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة اقتربوا من ضروب البغي ضروب البغي وأنواعه والاعتداء كلما وجدت يعني من يحمي اللواء العلم وأول للناس بصفة عامة كلما ابتعدوا عن الرحمة دخلوا في البغي والاعتداء بالقول وينسوا قوانين الإسلام وتعاليمه في التعامل مع الموافق ومع المخالف بالحسن وتلاحظ بالظلم والمبادرة بالاعتداء القولي هذا كل مما نهى الله عنه في كتابه بل كان من الوصايا العظام من الوصايا العظام التي جاءت بها الشريعة ومن المحكمات الثابتة التي قررها الإسلام تلك الآيات الثلاث والوصايا العشر في سورة الأنعام ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالخصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك ووصاكم به لعلكم تذكرون العدل هذا مدخل مهم جدا في حديثنا عن أخلاقيات النقد والحوار مهم جدا اليوم العالم يعني بما لديه من تواصل اجتماعي ضخم جدا فأصبح النقد يعني تبعة ضرورية لكل من يعمل شيئا يهم الآخرين يعني النقد والمواجهة كل من تصدر فقد استهدف لكن أنا أريد في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى إن شاء الله أن نجعل أصولا وأخلاقيات ومنهجا للنقد والحوار بعد هذه المقدمة في العدل والإنصاف مع الموافق والمخالف وأن الحق في اتباع أخلاق القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا اتباع مزاجك وهواك وطبيعتك القاسية وقلة تربيتك التي تربيت عليها ثم لبست لباس الدين لكنه لم يغير الدين فيك شيئا وأصبحت أمراضك المجتمعية التي وارثتها من بيئتك ومشارعك ومن أصحابك الذين تربيت وعشت بينهم لم يغير إسلام فيك شيئا ولذلك أقول المنهج الحق في الأخلاقيات الحوار وأخلاقيات النقد لابد أن ندرك بعض الأشياء المهمة جدا في اعتراضنا على قول قائل أو نصحنا أو في فتح حوار أو اختلفنا مع الآخرين وهذا هو الصحيح منهج القرآن ومنهج هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ندرك شيء مهم جدا نحن عندما يختلط بعضنا ببعض وفي معترك الحياة نحن نقف تحت سقف واحد سقف الطبيعة الآدمية يعني آدميتنا لن نخرج من طبيعتها طبيعة الآدمية هي نسيج مركب وتكوين مركب من نواميس مختلفة ومن علاقات معقدة وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذه العلاقات المعقدة يعني تركيب الإنسان تكوينه في العاطفة والأثر والطغيان والهلع والأنانية وحب الذات والكبر والعناد وإلى آخره غير ذلك هذه يعني الإنسان فيه سبحان الله مجموعة من الكمالات ومجموعة من يعني جملة من الكمالات جملة من النقائص هذا تركيب وبين هاتين المجموعتين يدور صراع محموم هي حركة صراع وربما حوار أحيانا لكن في الدائرة النفس الآدمية نفس الآدمية التي ألهمها خالقها فجورها وتقوها ولذلك أقول أتكلم عن أساسين مهمين أو أقول أن أخلاقيات النقد والحوار والمراجعة يتمثل قوام ذلك في قاعدتين أساسيتين بدونهما سمي حوار وسمي بالعكس هذا يسمى وحشية حتى سميت حوار إذن عدمت هاتان القاعدتان فمعناها معركة في حياة البشر وصدام لفظي وصدام نفسي يؤدي إلى صدام خشن وجسدي وهم هاتين وهتان القاعدتان هما الركيزتان للنقد والحوار والمراجعة هما الأولى الأخلاق الثانية العلم والمعرفة هذا ما يحتاج إليه أي إنسان يريد أن ينتقد يريد أن يحاور يريد أن يقيم بمراجعات فحين تتخلف هذه القاعدة عندما تتخلف هاتان القاعدتان الأخلاق والعلم والمعرفة فلا قيمة للنقد ولا قيمة للحوار بل الأخلاق هي القاعدة الأولى الأخلاق هي القاعدة الأولى في التصحيح صحيح أن فضيلة الأخلاق من أولويات الحقائق ويشعر الجميع بأهمية التعامل الأخلاقي لكن التعامل الأخلاقي هو نتاج العلم والمعرفة لأن يا إخوة الحوار والنقد والنصيحة والمراجعة عندما يتجرد من أنظمة الأخلاق ومن أنظمة العدل والعلم والمعرفة يتحول إلى معارك بشرية مفتوحة والعياذ بالله وتمارس قوى الشر الكامنة في النفس البشرية تمارس حركتها الطاغية في هذه المعركة باسم العلم باسم السلف باسم الدين باسم الأخلاق باسم الحقوق باسم الوطن باسم الحرية إلى آخره لكن الوحش الرابض الذي كسر قيود الأخلاق وتكلم بجهل هو يتحرك بحركة طغيان والاستئثار بالأنى ولذلك وهذا من انحراف أهل الكتاب أنهم اتخذوا العلم بغيا بينهم ما فيش أخلاق ولهذا كان تكليف الشريعة يعني لأهل الإسلام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه ولذلك أقول إن من لا يعرف تحصيل الحق إلا بتحصيل التفريق لأهل الإسلام هذا ليس فقيها وليس عالما ليس فقيها في الشريعة وكذا من لا يعرف تحصيل الاجتماع إلا بعدم تحقيق الحق والعلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا ليس فقيها وإن كنا نتكلم عن حفظ الثوابت لابد أن نكون في ثوابت ما هو الثابت يا أخي سبحان الله فإن الأخلاق هي رائدة في هذه الثوابت وإن كنا نتحدث عن ثوابت علمية فإننا يجب أن نتحدث عن حفظ ثوابت الأخلاق الأزمة التي نواجهها اليوم تتمثل في غياب الأخلاق وفي قياب العلم والمعرفة وتصدر الجهلة اللي يجوهم باردة وما يتحشمش وتكلموا في كل شيء لا رادع لا قانون لا ترفع قضية لا خوف من الله سبحانه وتعالى وبعضهم يعني عاملة ناصبة ويحسبون أنهم يحسنون صنعة أزمتنا اليوم أزمة تربوية أزمة أخلاقية يعني أي إصلاح سياسي هو يسبق إصلاح اجتماعي المجتمع في الجانب الموافق والمخالف والتنوع غير مؤمن به أنا وبعد الطوفان كان يمعايا يضدي ما فيش يعني اختلاف المواقف حتى النقائد لا لا كل استعصال وعدوات فالأزمة اليوم تتمثل في الأخلاق أكثر منها في العلم والمعرفة ولذلك حين نفقد الوعي بالقيم الخلقية فيعتبر هذا من أكبر التحديات الذي يجب أن تسخر له مشاريع توعوية وإصلاحية لمعالجتي ويجب أن يكون الخطاب التربوي والإصلاحي والديني على قدر المسؤولية والاهتمام بمثل هذه الأمور وإلا يعني حتكثر المشاكل أكثر وكل ما طال الزمن ولم نتناول حلها وهي في بدايتها وفي منتصفها يعني تسعى الخرق على الراقع كما يقولون ولذلك أقول حينما يعيش المجتمع حالة فقدان الوعي غيبوبة عن قيمة الأخلاق غيبوبة سينهم غيبوبة فهذا مجتمع متخلف متخلف يأكل يشرب ويدبه خلاص وهذا المجتمع الذي تضيع فيه المنظومة الأخلاقية والقيم الأخلاقية هذا مجتمع يطيح بعضه ببعض بل يطيح بكرامة الإنسان إلى أن يسقط إلى أسفل سافلين ولذلك تاريخ أمم تاريخ الأمم بأخلاقها بأخلاقها وزوال الأمم نتيجة زوال هذه الفضيلة وهي الأخلاق الأخلاق يا إخوة ليست هي من نافلة القوم ليست أمور كيف تبيروحك لا ضرورة وتنم على إنسانيتك وتنم على آدميتك بعيدا عن حياة الغاب الأخلاق ليست هي يعني هي كما نقوله الرغبات البشرية في مجتمع ما لا الأخلاق هي رسالة إلهية بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ولخصها في مقاصد بعثته في الحديث الذي ذكره مالك في موطئه إنما بعث له ليتمم مكارم الأخلاق إذن هذه ثوابت لابد يعني أن نركز عليها ولذلك حتى من في فلسفات الغرب يقولوا الفيزياء الخلقية أي أن الأخلاق محكومة بنفس طريقة قوانين الفيزياء بالضبط لضررتها وحركتها والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أكرمنا الله به وكرمنا بالمنهج الرباني حتى الغرب الآن القيم الأخلاقية التي تحكم فيهم قيم بشرية فيها صح وفيها قطة لكن نحن قيمنا ربانية نحن مسلمون والحمد لله فالأخلاق أهميتها لا يؤهل المجتمع لصياغات صياغة عادلة بل هو رسالة إلهية يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي واحد يدعي أنه يحب الاقتداء برسول الله وأنه هو على الكتاب والسنة وأنه على هدى الصالح وأنه وأنه أقول لكم يا كلا ما لم يكن مبرزا في أخلاقه وفي حسن تأدبه وفي حسن هديه وفي مع المخالف ومع الموافق فهو أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أبعد الناس عن القرآن حقيقة لأن عائشة تقول لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن فهنا الحديث عن الأخلاق فهذه رسالة راقية ومنهج أصيل وأهم الأخلاق ومن أهم هذه الأخلاق يعني الحديث عن طريقة ومنهج النقد والمراجعة والحوار لأن الأخلاق أخص قواعد النقد وأخص قواعد الحوار وأخص قواعد النصيحة وهذه مهمة جدا في عتبة دخولنا يعني على أخلاقيات الحوار وأخلاقيات النقد طبعا من الحقائق اللازمة يعني الأمة لا زالت حية فيها دعاة وفيها مصلحون وهؤلاء الدعاة والعلماء والمصلحون لهم قدر كبير من المصداقية والقوامة هذه سنة الله لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملوا في طاعته ويضبطون مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة ويتحدث عن مشروع الأمة الحضاري مع الأمم الأخرى والمجتمعات وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها هنا لما قال عليه الصلاة والسلام وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها هنا تكون الحاجة إلى التناصح الحاجة إلى الملحة بين طبقات الأمة أن يتناصحوا ويفترض أن يكون رجال الأمة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين بقيمة عالية جدا التي تؤهل رسالتهم للمصداقية والتقدم وهم شيء في التناصح بين العلماء وبين المصلحين وبين الدعاة هو الرحمة الرحمة وحسن الخلق هذا هم أساس في موازين تعاملهم إذا ذكرنا إذا كان مع المخالف من باب أولا مع الموافق يعني ليس الامتياز بأخذ الحقوق كاملة يا إخوة الامتياز بكرم الطباع وبهدوء النفس وتجاوز الشح والعناد وتضقم الأنا ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون يعني هناك رجال كثيرون في هذا العصر الذي تواجه فيه الأمة ورقة التحدي الحضاري المتسلط لكن قائمون لازالوا بالدعوة وحمل العلم وعداؤنا لن يتركوا يعني خط ودور العلماء في تصحيح مسار الأمة سيبدو في تشويههم وفي سبهم وفي قتلهم وفي تهجيرهم وهذا يعني هذا عدوك يعني أنت لن تطمع منه أن يخفف يده عنك لكن يعني الشيء الذي يحز في النفس أن يكونوا من أبناء الأمة الواحدة ومن أبناء القضية واحدة لكن يتأثرون بمناهش ثم يكيل بعضهم لبعض الويلات ونحن نشوفه يعني سبحان الله في التاريخ المعاصر يعني حركة المراجعة والتصحيح هذه مطلوبة لكن الظاهرة التي يجب أن نقف عندها يعني ظاهرة السب والشتاء والتشفي والشماتة هذه يعني مش طبيعية ظاهرة الدل على أمراض نفسية يعني ما في حد عنده قداسة ولا نحن هذه نؤمن بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يعني يطلعوا كانوا عندهم قداسة وعندهم ويزبكوا في روحهم في نقولات وقالوا وما قالوا ورد على فلان وفلان أبوه مش عايف يرد عليه وبعدين طلعوا تشتخن بيهم أظهرهم نحن نحن كما قال الإمام مالك إمام المدينة النبوية إمام دار الهجرة يعني قال محصل هذا المنهج فالنقد والحوار والمراجع والنصيحة كل يأخذ منه من قوله كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر كل يأخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني ليس هناك أحد يتعالى عن قواعد النقد ولا يرفض الحوار ولا يرفض المراجعات والتصحيح إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول الحوار العلمي المستند على الحجة يعني مطلب يتفق عليه الجميع لكن هذا المطلب لابد أن نرسم إليه أو نرسم له كما نقوله منهجا للنقد الشرعي نقد منطلق من الشريعة النقد لهو إنما الدين النصيحة لماذا حتى لا يتحول إلى ممارسات واجتهادات خاصة ونقول هكي الشريعة ولا مش هكي هذا طبعك أنت هذا طبعك لا يحقق مصالح شرعية التي هي ببنى تقرير وجود النقد والمراجعة والنصيحة ولذلك من الإيمان بهذا الأصل الشرعي العلمي المقرر أن نعي أننا داخلون في هذا الإمكان من حيث من حيث مطلوب أن يوجد يعني بمعنى لماذا ندخن عوام الناس ويتفكهون على بعض السفهاء والمرضى النفسيين وهم يتكلمون ويسبفون ليش أنت المصدحة من الكلام هذا تقول فيه أنت إذا كنت تبتغي رضا الله وتبتغي النصحة خليك موضوعي وناقش الفكرة إيش علاقة إنسان يبيرد على واحد يقول يصف في شكله ويسب فيه ويذكر في اسمه هدي النبي يقول ما باله أقوامه حتى هدي القرآن لما قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام هم قريش لكن ما ذكرهاش ربي ما أنك وليش هتدخل في الإسلام في علمي السابق للأشياء قبل حدوثها فأقول يعني لابد أن يكون هناك يعني وضع قواعد ثابتة الذي يخالفه هو مخالف لهذه السلف ولوه ادعى أنه من السلف هذه الدعاوى كاذبة دعاوى كل واحد يدعى أنه السلف أنه حزب الله وأنه دولة الإسلام وأنه الخلاف وأنه الفرقة الناجية وأنه الطائفة أنت يحكي للصبح يحكي للصبح خذ والبس ما شئت لكن الحقيقة غير ذلك الحقيقة غير ذلك ولذلك يعني يعني الإيجاد قدر من المتفق عليه ومن المتفق عليه الثوابة الأخلاقية قلة الأدب ليست من الإسلام ما عمر الإسلام قال لك تقرب إلى الله بقلة أدبك لا يوجد نص في كتاب الله ولم في السنة رسوله صلى الله عليه وسلم كخط عام كخط عام لا يوجد أبداً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المخالفين بسوء الخلق غيرتك على الإسلام وحبك له غيرتك وحبك للإسلام لا يدفعك أنك أنت تسيء إلى الآخرين سيء ما في مسائل يعني يختلف فيها الناس اختلاف وسائل ولا اختلاف مقاصد ولا اختلاف مشاريع لكن القطعيات والقدر المتفق عليه موجود يعني المتفق عليه الذي ينطلق منه الجميع موجود ولذلك أقول هذا من الضروريات وينتبه إليه الناس وينتبه الذين يجرون لمثل هذه المستنقعات التي تأخذ من جهدنا ووقاتنا وللنفس فيها حظ كبير وللشيطان نزغات بحيث يذهب عنا الأولويات والأهم وما ينبغي أن نشتغل به يعني الاختلاف العلمي والاختلاف الدعوي يعني هذا موجود ما عندنا من غيره هذا من زمان مدارس الفقهية ومدارس الدعوية هذه يعني من يقول أن على الناس أو العلماء أو طلبة العلم أنهم يتوحدوا على رأي واحد يعني هذا ما عليش يعني حيورطنا في إشكالية أعمق من ذلك أعمق ولن ولن يكون هذا الأمر يعني الاختلاف سنة الماضي وقانون جاري لكن الاختلاف لا الاختلاف ليس سبيلا إلى إلى إضاعة مقام الإخاء ومقام الحقوق أرى لضيع مقام الإخاء والحقوق هذا إنسان غير متربي والله يخذوها مني إن شاء الله إيش أرى التربية والبيتية الهادور مش معقولة إنسان متربي يلجأ بألفاظ سوقية في الشارع ويشمت بالآخرين بألفاظ واضح أنه عند عقد إن شاء الله يسميره حائش هذا إنسان يحتاج إلى تربية ولذلك الاختلاف في المسائل الاجتهادية والخلافية هذه ليست مشكلة تحتاج إلى حل بل هذه التعددية يا إخوة هي المتنفس في أكثر الأحوال متنفس في أكثر الأحوال هو مقصود الشارع هيك من قال لك إنك خلي رأي فلان هو الصح ورأي فلان هو الصح ومن قال لك إنه هذا إمام السنة وهذا أنا والله نستغرب من الناس والله نلقى فيهم يجوني يطلعوا لي على مرات في الفيديوهات واحد يقعد لي ويصح على هذا ويصح على هذا وإيش كسدين تعدي يا راجل دي الحاج على عالك وإنت خليك في بلادك إنت ما لكم ما لأ ولا يحد يجيبوني فتوى سألنا فلان اللي قاعد وراء السرداب في الدليل ما يندر عليه حد من يعرفه شكله لا ما تعرفش من هو وقل لك قال يطلعوا لك تسجيل هذا حتى بالعقل منطقي كيف إذا كان يعني مطلوب مننا أن نأخذوا ديننا من إنسان معلوم ومشهور وكما نقول نحن عرف بالعلم وله بصمة وله أثر وله تأليف ولقية الأمة بالقبول ما بلك واحد مجهود يكون من درجة الثالثة ومن درجة الرابعة فأقول هذا الاختلاف في مسألة ما يجرنا إلى الصدام هذا متنفس ليش متنفس هو حقيقته هذا الاختلاف في المسائل الفقهية خذوها هو متنفس بحيث يخلي مسلم أمام خيارات ولما إنسان يكون أمام خيارات يرفع عنا الحرج وأيضا هو متنفس لاستيعاب التنوع العقلي والنفسي والاجتماعي والبيئي كل بيئة لها قصصياتها وكل واحد له في بصمة العقلية بصمة خاصة بيه فكر بطريقة يعني هذا التنوع ينسجم مع متطلبات الأمة التي تواجهها في حياتي وهذا التنوع فنحن نؤمن بالتعدد والتنوع مع الحفاظ عن الأصول والثوابت ولذلك حين نطمح إلى أن نشكل رؤية هادئة تربوية في نفوس الجميع كبارا وصغارا وعلماء وعاما ودعاة وجمهورا فنحن أمام مشروع أمام مشروع له علاقة بالطبيعة النفسية والطبيعة الاجتماعية هكي النفوس و هكي المجتمعات وهذا منهج القرآن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو صح في البداية يعني هذه الرؤية أمام تحديات لكن هذا هو الخط الصير الذي يجب أن نسير فيه ويجب أن نقلل من روح الصدام وحب الاستعلاع على الآخرين والتعالي عليهم والاشتهار بالمخالفة في بعض الناس يريد أن يشتهر بالمخالفة بقلة أدبة بتسهويك لكي ضحك وتشفيه تمجنون هذا يجب أن يحجر عليه يجب أن يحجر على السفهال يتكلموا باسم الدين هم حيورطوا الناس في دم ويقولوا فلان ضال وفلان تكفير وفلان مش ما علاقتك أنت من قال لك هذا قال أنت تكلم كويس أنت حتى لا أشتك مقلوبة سألك ملتوي تكلم بلسان قومك ليبين له وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تكلم بلسان قومه حتى نفهموك عيب والله عيب والخطى يصح يصح بثوابة الأقلاق وليس بالفوضى التي يعني سبحان الله يعني يجب أن ننتبه لخطورة الضخ هذا الخطير اللي هو احتكار الحق عند فلان وكل من يخليفه وباطل مهدر الدم ومجرم وظال هذه خطورة بكل هذه خطورة على النسيجي الاجتماعي وخطورة على السلم الأهلي وخطورة على الأمن القومي خطورة يعني منطق الإسلام حوار والنقد والمراجعات خوض وعطي لكن بيش بثوابة أخلاقية مش بها المكاليب هذوم اللي طلعي لنا سبحان الله قليل انت ولنا نشوفه لتصارات بعد بسم الله بسم الله شوفه مش عارف انت محطيته الرقم ولا محطيتهش وله مش ان طيب نستقبل الرسائل في العشر دقائق الأخيرة يريد تكون فيه مشاركة في هذا الموضوع يا جماعة مش مسألة عناد مش هي تصنيف يمشي مش عايف شين يمشي يا أخواني يمشي يمشي بطله بال البلاد هتريحوها والله العظيم بهذه الأمراض النفسية الإعناد وتسكين الراس هذه مش خلق واحد عاقل تبطله من هال الاحتكاك تخلله شوية تشحيم ياسيدي حطه شوية زيت تمشي الأمور مش معقول والأخطر من ذلك لو كنت واحد خشن ولبس لباس الدين لا لا الأمر أوسع وأرحب من من يضيق علينا فلان خلينا نستقبل هذه التصارات بسم الله طبعا الصوتيات من اسمح شفين أنا سلام عليكم خالتي حوى باس دي سلام على خالتك ورعاكم الله جميعا وبرك الله فيك وبرك الله فيك وفي خالتك أيضا بيبارك فيك يقول أربعا ستين أربعا ستين جزاكم الله كل خير على ما تقدمونه من برامج الخير والنصيح والنحبكم بالله اللي قام في بلاد غير المسلم حرام أما كله وبرك الله فيكم نور الزرور كندا والله على حسب نتيجة الإقامة إذا كان في ضرر على دينك وقطعيات دينك هذا خطورة كبيرة لكن إذا كنت قايم بدينك وكذا ما فيش حرش أنت أدرى بخطورة على أولادك ومنهج التعليم فيش ويفتونك أهل الحل والعقد هناك سواء المركز الأوروبي للإفتاء أو المركز الإسلامي في إفتاء نحن قاعدين هنا بنفتيك في كندا أنت أدرى بين مركز الإسلامي ما تخذش فتوى بعيدة منك شوفوا المركز الإسلامي يقول لك لكن المتفق عليه إذا كان في ضرر قطعي على دينك فأنصحك أن تبحث عن حل تبحث عن دولة أخرى طيب لأن الإقامة في بلد غير المسلمية كلام طويل ما سعش الحديث عننا في هذه العجلة يقول 57-77 يقول بارك الله فيكم يوسف قرقوم حياك الله يا يوسف وبرك الله فيك يقول حبكم في الله حبك الله طبعا واحد داز صوتيات ما نسمع شيء صوتيات ونشوش على على الأخوة بس في الله يقول في حالة وجود ورثة فهل يجوز الورثة في حالة وجود أخي لهم توفي قبل أبيه وتوفى عنده أبناء فهل يجوز الورثة منح الأحفاد أو أبناء أخيهم المتوفى من الورث من المراث وكان أخوهم حي يعني هل فيها يثم شرعا من منحوهم من الإرث أم فيها خير للجميع لا هؤلاء أبناء أبناء وأخيك أبناء الأبناء وفي وجودك منتم أبناء الميت لا يرثون لكن لأن الأقرب يحجب الأبعد لكن لو أنتم تنازلتم عن شيء من باب تعطوهنهم كالهبا هذا المال من المال الورثة فلو أن الورثة جميعا أعطوهم كنصيب أبيهم لو كان حيا فهذه فيها أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى لكن المال مالكم من ترك مالا فلورثتي وأنتم الورثة فإن تفقتم جميعا تعطونهم نصيبا كأن يعني أباهم لازال حيا ففيها أجر ومثوبة إن شاء الله تعالى إلا هم لا يرثون يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ 69 10 وجزاكم إن شاء الله مارك الله فيك يقول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول 11-95 يقول لسه ما شي يقول برك الله فيك يا شيخنا العزيز بالنسبة لغالبية الشعب العوض فيهم على الله إلا من رحمه ربي وليش العوض فيهم على الله شوه الروح وانت في شدير يا سيد قوم بدورك انت وصلح وقل كلمة طيبة توضيق شامعة خير من تلعن الظلام والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين هذه حركة إصلاحية أي جانب إيجابي فيه الناس لا زالت بخير لكن تحب أن تفهم ومعركة الوعي معركة كبيرة وضخمة وما في إنسان يتغير بين يوم وليلة فالروح هذه الروح السلبية والمتشائمة هذه ليست روح حركة الأنبياء الأنبياء كانوا على طول الخط يبلغ رسالة الله وصابرين على أقوامه والنتائج على الله يأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرهيط ويأتي النبي وليس معه أحد ولازال في الأمة خير والناس يحتاج إلى خطاب هيئ لين سهل رفيق يهتم بأمور حياتهم يوسع دائرة الوعي يبسط الدين بسيط أو دين سعادة أصلا هو جاء للسعادة لك ممارسات بعض الأفراد والفهوم الخاطئة المعوجة هي اللي خلت يعني الدين كأنها طريق صعب ومعقد الحياة السعيدة فعلا والروحة هي بالإسلام بالدين بالصلاة بالله طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لرفع الشقاء فهوم الناس هي مشكلة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقول واحد ثمانين ثمانية وسبعين مديري في العمل ظالم تسلط علي والله يشاهدون على كلامي الله يهديه الله يهديه مديرك والله مديرك في العمل والظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظالموا ربي يهدي مديرك وكل مدير وكل مسؤول يرفع عنا الظلم وهذه حقوق العباد لا تسقط هذه لا تسقط هذا من الظلم والبغي الذي يعجل الله به العقوبة في الدنيا يقول سفر ستة سفر ستة كم 22 بارك الله وفيكم بارك الله حبكم في الله أحبك الله الله يفتع عليك ويرحم ولديك وربي يجمع شمل الوطن اللهم آمين لكن دوري ودورك ما تكونش سلبي انشر الوعي الصحيح بين الناس توضيع الشمعة خير من أن تلعن الظلام تقول سبحان الله سبحان الله خير ما تقول عذب الله ما شيطان للنهر ما تلعنش يبليه سيبة ما العول ويرقول سبحان الله والحمد لله بمعنى خليك إيجابي ما تكون سلبي هذه معنى وهذا دور الجميع كل بحسب ما يعني يستطيع في حياتي انتهى وقت الحلقة التقيكم إن شاء الله نواصل أساسيات ومنهج وأخلاقيات النقد والحوار والمراجعات وهي من ثوابت الدين الذي جاء من عند الله التقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا موات فأقبل نحو رضوان المقيم وفوز في غد لا شك